السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير معكم أخوكم أيوم من قناة الطبيعة والبادية من خلال هذا الفيديو سنرى طريقة زراعة نبتة الدفلة والدفلة من النباتات البرية يمكننا أن نزرع هذه النبتة فقط من خلال الأقلى بإمكاننا أن نحضر قلم من النبتة المراد لاستكتار منها ويكون طول هذا القلم من 20 إلى 25 سنتيمتر تقريبا ونقوم بتقليم كل الأوراق من القلم ونترك فقط 3 أو 4 أوراق العلوية ونقوم بقص الأوراق من الوسط بهذا الشكل حتى لا ينشف القلم ونقوم بشق القلم من الأسفل حتى يسهل عليه سحب المياه ويسهل عليه إنبات الجذور بشكل أسرع مثل ما ترون نقوم بإحضار سطل يكون ارتفاعه من 20 إلى 25 سنتيمتر وأي نوع من التربة نستطيع أن نزرع بها الأقلام سواء كانت طينية أو رملية لكن في البداية يجب أن نسقي التربة بشكل جيد قبل الزراعة حتى تصبح طارية ونغرس القلم بالتربة بعمق من 6 إلى 7 سنتيمتر تقريبا ونعاود السيقية من جديد حتى نستخرج الهواء الموجود داخل التربة ويفضل أن نضع السطل بمكان مشمس أو بإمكاننا أن نحط السطل تحت خيمة بلاستيك حتى تستعرض التربة للحرارة والرطوبة وبهذا تتشعب من القلم جذور بشكل أسرع مثل ما توران بعد مرور 20 يوم أصبح لدينا أوراق حديثة بالقلم لكن حاليا لا توجد جذور الدفلة يوجد منها نبتة عمرقة وبها نبتة قزمية والدفلة منها أظهار بألوان عديدة وتتحمل درجة حرارة عالية بهذا نأتي لنهاية الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته